موسيقى مساء الخيرات والتفاقل على كل مشاهدي برنامي نقطة نظام على شاشة قناة مدرستنا 3 ويا رب النهاردة ان شاء الله تبقى حلقة مفيدة لحضراتكم ومبدئيا كده كل سنة وحضراتكم طيبين بعد يومين خلاص يعني هنبدأ سنة جديدة يا رب يا رب يا رب تكون كلها خير وسعادة على حضراتكم وعلى كل الناس وكل عادة لازم نستعد للسنة الجديدة ولازم نخلي بالنا من أخطأنا ونتعلم من أخطأنا ونتخلص منها ونتخلص من العادات السلبية اللي احنا تعودنا عليها الفترة اللي فاتت ونسعى دايما ان احنا نعمل خطة اننا نحقق أحلامنا وأهدافنا يا رب تحقق كل أحلامكم وأهدافكم كل ده هنعرفه من ضفنا اللي منوارنا ومشرفنا على التليفون الدكتور محمود علام استشاري الإرشاد النفسي والأسري ازاي حضرتك يا دكتور؟ أنا بيك يا فنان ازايك؟ أوركي الحمد لله يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب وانت يا رب بخير يا رب صح وصلامة صعب ان احنا نستفيد من أخطأنا وصعب ان احنا نحط كده خطط للسنة الجديدة وخطط للمستقبل ولا سهل الموضوع؟ يا للأسف العادة الخطيئة جرت ان كل شيء وحش مكمل معنا وبالتالي خلاص احنا سيبنا قدينا وربنا ربنا يضع ولا يكون رغم ان ربنا تعالى بيدينا إشارات كويسة جدا كل بعد غيم فيه شمس وفيه دنيا وفيه خضار وفيه حياة ماشية وحياة مستمرة كل حاجة سلبية بنمر بيها بلايه بعد كده انخراجه بلايه بعد كده حدث سعيد بياخدنا وينسينا هو الحزن دايما وليد لحظته انما الساعات دايما بتشؤ طرق اهلينا احنا مشكلتنا ان احنا بنكون ضغطين على العصابنا قوي ونفسنا جدا ونفكر لابعد آآ سلبيات ممكنة ان ممكن بقى داي طويل معانا ويكمل معانا طب وبعدين تب ما تفكر في النهاردة عشان تعادي بكرة ما انت برضو مبارح كنت فيني وانا كنت فيني ما انت لوقتي وصلت لمرحلناك بتفكر في حاضرك ان زمان انك تجبر او انك تكون شيء ده كان بنسبلك حلم كبير جدا او انت بقيت فكل مدى لو احنا فكرنا ان البكرة جاي برسالة لك واحنا نازم نتماع عن الرسالة ونضلك حكمة ربنا هنوصل هي المشكلة دكتور محمودة هي المشكلة ان احنا بنبقى عارفين اخطأنا وعارفين الاعدادات السيئة اللي فينا وعارفين اللي حضرتك بتقوله لكن تحس ان ايه؟ طب احنا عايزين حافز علشان نعرف يعني طب اكتب ورقة وقلم يعني بورقة وقلم اكتب مثلا انا عايز السنة الجديدة دي احنا عندنا اسقاط رهيب احنا براجيش نفسنا احنا عندنا اسقاط رهيب عندنا شماعات كتير لو احنا حددنا اهداثنا هنعمل في السنة دي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة لو عملنا تلاتة اقول الحمد لله الرابع ده من بتاعك احنا مش لازم نعمل كل حاجة اه في وقت واحد واما اما نحزن طب ترضى بالتلاتة ان فيه صورة كانت منتشرة جدا من فترة وال store media الولد طلع الاول وبنت جانبه رقم ثلاثة البنت ان المدى السعادة هو عملي عايق اكتب حلمت اوي اوي دعبت اوي وصلتlar تترتابي احنا بالاسف احنا ديما لو ماحققناش كل حاجة من파عش بالنص لا But, so we want us to help us لا منفعش نحن نقاحل ناشتب نفسيتنا لادا كيفا يا دكتور احنا اول شيء السعي والابتهاد والاخلاص والصدق وفي الاخر نقول ان شاء الله لان كل شيء بيتم المشيط ربنا اما حاجة من جواك تكون قادر تكون عندك ارادة تكون عندك الهدف تكون عندك الحلم الكبير جدا وتحقيله واستعين باهل الخبرة سواء قريب سواء بتخصين سواء حد اهل ثقة حتى اجرب نفسي وواجه نفسي واشوف قدراتي واختبر امكانياتي علشان في الاخر ما نومش نفسي على حاجة من قدرتي ولا تقتي طيب دكتور حضرتك بتقول لازم نحقق اهدفنا او لازم نبقى شايفين اهدفنا او نحط اهدفنا دي في عينينا ازاي اصلا يبقى ليه هدف يعني ازاي حدد ان ده هو هدفي وهل في اهدف ممكن نقوم حاطتها تبقى هدف تعجيزي لي وده شيء مهم في الهدف التعجيز الهدف هبدأ بالنقطة الاخيرة الهدف التعجيزي ده بيتودع فيك انا حابب اشوفك كذا كاي ولا اي امر انا عادة الدكتور دي خالك او عادة كذا كذا ده هدف تعجيزي السعاب بيكون باغت او يعطره لنفسه او الشخص لنفسه وكمان هو اصلا بين درجاته في المواد العلمية انه هو مش واو بل انا كما بتغطي زيادة بدخله جامعة خاصة وليكن طيب على الفرد الطبيعي بقى المتاح بالنسبة لنا انا بيكون فيها مهارات وليكن مثلا كورة او سباحة او غير انا بنا منها تمام كده حيات كمان برضو في الدراسة بيكون كل طفل عنده قدرات بينا وليكن مثلا ان الطفل ده بيعرف يقرأ العربي بشكل يعني يعني مدندا او فيه ترنيمة كذلك برضو الرياضة بيتكر حلول فكل ده لو انا نميت الطفل ده من صغره في الموهبة او الشيء اللي عنده ده انا بوصل ميل لتخصص الرياضة دي هندسة او مشابه العربي ممكن يبقى كتب ممتاز او ممكن مندرس ممتاز او خطات ممتاز صح طب دكتور محمود انا نحن بنحلم مع ولادنا اه من عشق قدرتهم ايه وده طبعا شيء المطورة كان طبعا طب انا ازاي ادخل سنة جديدة ان شاء الله وانا كل طاقة وكل تفاؤل ومش محمل بأسقال حاجات اخطاء قبل كده لا انا واخد بس منها العبرة بس يعني ازاي ادخل ده وانا مقبل مش مدر يعني كويس السنة الجديدة دي بنسبنا مبارح وانا كنت شريك اصيل جدا فما حصل فيها سواء حصل كم احباطات او كم اهداف ما تمت شيء وبالتالي انا هبدأ اخطط فبكرا اللي جايلي ده الساعة كويسة جدا بتاريخ مختلف تماما ان انا اكون شخص مختلف حتى كمان ارتب اولوياتي احنا كده بيجعلنا لوقت كده الفصل اللي احنا فيه ده بانرتب ما بين لت الصيف والشتة ونشوف ينفع وين لما ينفعش انا مطالب ان ارتب الاشياء في حياتي وارتب كمان اشخاص فيه اشخاص واخديم ارتب الاشخاص اروتب الاشخاص ده حلو جدا اه تستييل الاشياء والاشخاص مع بعض فيه اشخاص للأسف واخديم منك اي حاجة. بس كل الحكاية انت محتاج انك ترتب الاشياء والاشخاص في حياتك. هتفتح كتير جدا. ورتب الاشخاص من خير من من حيث دعمهم مواقفهم وجودهم مش من حيث احتياجك. ايوه علشان ما نبقاش ايوه. اللي هو انا مصلحتي بس. ايوه. ده انا من هنا كمان يا دكتور عايز اقول لحضرتك او اسأل حضرتك هل ممكن يبقى من ضمن اهدافي هي يا تحقيق اهداف الاخرين هل ده شيء صحي وكويس؟ اه نجاح غيرك نجاحك. اه. انك تدعم غيرك. المدرس لما يلاقي الطفل اللي بيدرس له ومدى حياته بقى احسن منه يفرح. بيتبهه بي. ام. زي الاب كده ما الاب بيفضل يصنع يخلق من ابنه شخص احسن منه. عشان يتنخر يتبهه بي. ام. هو دايما كده نجاح اي حتى بقى المستوى الشخصي. انت مع مع فنان نسا مبتدئ. لما تساعد وتدعمه بتلاقي بعد كده الفنان ده بيدلك بفضل. صح. وهكذا. انا بحس بالسعادة. كباني ادم. انت بتحس بالسعادة. مزبوط. دكتور محمود علام استشاري الارشاد النفسي والاسري حضرتك يعني نورتنا جدا وشرفتنا جدا. وكل سنة حضرتك طيب. وكل سنة طيبين يا رب. ويا ريت زي ما الدكتور محمود قال. نوضع لبعض. نوضع لكل واحد فينا خطة كده. وانا من من الناس اللي بيهتموا كمان بالورق والقلم. مفيش مشكلة ان احنا نقعد نكتب بالورق والقلم ايه الحاجات ونقعد نشطب عليها. زي اللقصات والجماعيات اللي احنا بنقعد نعملها وبنقعد نشطب عليها يعني. اه. ومهم جدا التعاون. ومهم جدا تحقيق اهداف الاخرين زي اه. اه. هدفي بالضبط انا هحس بمتعة آه. مختلفة خالص. ندخل بقى النهاردة. آه. في الفقرات بتاعة آه. نقل نظام. الفقرة الاولى. ان شاء الله هيبقى منورنا فيها. او اه. اتنورنا فيها فنانة تشكلية مميزة جدا. قدرت تجمع. مدين. الفن والحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحولها إلى لوح فنية مبهرة واستغلت في ده خبرتها الوسعة جدا في المجال البيئي اللي اشتركت من خلاله في كوب 28 بالإمارات هتكون معانا الكاتبة والفنانة الأستاذة رندا فؤاد مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية اللي هتكلمنا عن الفن المستدام ودوره في حل الأزمة المناخية أما الفقرة التانية فهنتكلم فيها عن المسابقة الوطنية للمهارات 2023 واللي هدفها الاستعداد للمشاركة في المسابقة العالمية والتي ستقام إن شاء الله في فرنسا هيكون معانا الطلاب الفيزين في المسابقة أو إحدى الطلاب الفيزين في المسابقة واللي تأهلوا بالفعل للسفر للمسابقة إلى فرنسا جانا محمود الطالبة في مدرسة إيجبت جولد وكريم حسام الطالب في مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية واللي هنعرف منهم أكتر عن المسابقة وتفاصيلها ومشاركتهم كانت إزاي بس بعد إذن حضراتكم هنطلع فواصل سريع ونرجع نستقبل ضيوفنا معكم موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد خلال الفترة الأخيرة الحقيقة زاد الوعي بالقضايا البيئية نتيجة تفاقم الأزمة المناخية وزادت الفعاليات الدولية الخاصة بالملف ده أخرهم كابتون تي إيت اللي أقيم في الإمارات بهضور قادة العالم ورواد مجال البيئة منهم دفتنا النهاردة اللي منورانا واللي اشتغلت في مجال البيئة والتنمية المستدامة لمدة 20 سنة ونجحت أنها تستخدم الفن كوسيلة لحل الأزمة المناخية وزيادة كمان التوعية بيها من خلال دورها كفنانة تشكيلية ومؤسسة للمنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية منورانا الكاتبة والفنانة الأستاذة رندا فؤاد اللي هتكلمنا عن رحلتها مع الفن التشكيلي ودمجه ده شيء مهم جدا دمجه بالأضايا البيئية وعن كمان مشاركتها الأخيرة في كوب 28 منورانا ومشرفانا والسيسة رندا والله أنا سعيدة جدا أننا معي رب بنخلي حضرتك بس في البداية كده خالص أنا وانا عمال أذاكر حضرتك حضرتك خريجة اقتصاد وعلوم سياسية نظبوط قسم علوم سياسية قسم علوم سياسية اه علاقة ده بالفن التشكيلي وبعدين حضرتك مش هاوية بس لا يعني حضرتك اه يعني قوية فنانة جامدة قوي ايه علاقة ده بدا اه علاقة ده وليه ما دخلتيش من البداية فنون جميلة مسلا صحيح هو ده سؤال يعني مهم يعني هو أنا أعتقد أن الإنسان يعني حصيلة الخبرات بتاعته فأنا وأنا صغيرة طول عمري صحيح برسم لأن والدتي فنانة من الرواد الفنانة وسام فاهمي فعندي الجينات وطول عمرنا في البيت وأنا صغيرة اللي بيجوا يزورونا يزور والدي والدتي يعني هما الفنانين الكبار زي بيكار زي تحية حليم جازبيه سري فأنا كنت بقعد في الركن كده صغير وأنا صغيرة جدا واستمع لكلامهم وبتاع لكن مش عارفة بقى ده ازاي حيأثر علي ما كنتش عارفة يعني حيأثر علي بعد كده كنت متفوقة وفي نفس الوقت عندي الرغبة أن أنا أبقى ديبلوماسي يعني أمس البلدي في مكان بس تقريباً الرغبة دي كانت أقوى منها رغبتك الناس والله هما شبعت بقى في البيت شبعت فني عشان كده قلت بقى بما أن يعني أشوف بقى مجال الدبلوماسية ده اللي حصل أن أنا دخلت فعلاً سياسة وقتصاد قسمة لون سياسية ومن أحلى أيام حياتي الأربع سنين دول لأهلوني أن أنا بفكر بطريقة برضو مختلفة يعني ممكن الواحد يعمل حاجات مختلفة لكن تزوجت بدري جداً في أنا في الجامعة بقى فكانش ينفع أخش الخارجية بقى خلاص لأن يعني في أسرة وفي أطفال وابني وبنتي فقلت بقى الهوية فقلت لأ دخلت في عالم التنمية اللي هو الأمم المتحدة اشتغلت فترة طويلة اللومة 25 سنة دول في برنامج اسمه برنامج التنمية الحضرية وكنت متخصصة في موضوع مهم جداً هو الإعلام التنموي إزاي الإعلام تقدر أنك أنت تنمي به برضو المواطن يعني الإعلام اللي هو دور الإعلام ولا الفن لا الإعلام في الأول في الأمم المتحدة كنت بشارة كخبيرة في مجال الإعلام التنموي وأنشأت في وزارة البيئة وحدة الإعلام التنموي اللي هي بتركز أكتر مش على أخبار الوزارة أو الأخبار مثلاً الوزير أو الوزيرة أو كده لا بتركز على أن يبقى فيه ويبسايت محترم للوزارة كلام ده أخد بالك برضو من فترة دلوقتي السوشيل ميديا والحاجات دي حلت كل حاجة الوقت اللي أنا كنت بعمل فيه ده ما كانش فيه ده يعني ما كانش فيه القصد السوشيل ميديا فلازم ويبسايت يبقى كويس لازم ناس تبقى بتفكر بطريقة برضو موضوع برضو فيه تجديد يعني هو برضو في جميع الأحوال برضو موضوع فيه تجديد واللي هو كنا زمان بنتكلم يعني على أن السيفيك ميديا أو مثلاً لما بيقوله السيفيك ميديا يعني أن كل مواطن يقدر يبقى إعلامي أصلاً في الآخر هو اتضح أنه ده اللي بيحصل بقى دلوقتي بمعنى أن حد في الشارع وبيصور حاجة معينة حصلت فهو بيصورها وبيعملها شارف بيرقلها طبعاً دي لها ميزاتها ولها عيواتها يعني ده موضوع تاني طبعاً فالمهم لو ما فيش ثقافة كافية طبعاً هيبقى عيوبها أفزع جداً 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 مازال يعني فضول عندي أعرف الفن التشكيلي اللي قد دلوقتي كين ما هو بقى إيه؟ طول ما أنا بدرس في كليتي سياسة وقتصاد أو بعد كده لما شغلت في الأمم والتحدة فترة فراغي أو مثلاً بستريح حتى بس أن نص ساعة كده وأكمل شغل أو أكمل دراسة يعني أو أكمل مذاكرة أعود أرسم أعود يعني دي هويتي فأنا مش قد يعني حاجة بحبها لحد لما بقى الكلام ده بين حوالي 12 سنة تقريباً وكت حققت يعني نجاحات كبيرة في مجال التنمية التنمية والبيئة حالت يعني مستشارة للوزيرة نتجة مكرم عبيد فترة وهي كانت أول وزيرة للبيئة وبعدين اشتغلت برضو مستشارة لمهندس ماجد جورج برضو كان من الوزراء المتميزين جداً وزراء البيئة متميزين ووقتها أنشأت بقى لكن العمل العمل يا سوزة رمضة ما خلاش شغف حضرتك لا خالص لا كنت بقى برضو يعني برسم على جنب بقى كده وشوية وبش عارفة إيه هسأل حضرتك لو حضرتك فنانة تشكيلية هوية مش درس مع أن البيت أكاديمي أصلاً أيهما أفضل الهواية ولا التنمية هقول لك هو ما نقدرش نقول أيهما أفضل قوي ليه؟ لأن ده لومي ذات وعيوب وده لومي ذات وعيوب اللي بيدرس فن تشكيلي في كليات الفنون بياخد البيس لمدة أربع سنين التفاصيل والمدارس المختلفة الفنية وكده فبيبقى ملم مية فنية بس هو ممكن يبقى موهوب أو غير موهوب برضو يعني ممكن دخل عشان المجموع مثلاً أو كده ففيه بيطلع فنانين كويسين جداً وفيه فنانين بيطلعوا من فنون جميلة ممكن يبقوا محكمين باللي هما درسوا بقى اللي هو الجزء الأكاديمي الجزء الأكاديمي في حين ما بيبقى الإنسان مثلاً عنده الشغف ده مش عايز أقول موهوب لأن دي بتبقى هي المتلقي هو اللي بيقول إذا كان اللوحة دي شايفها كويسة فما نقدرش أقول على نفسي موهوبة لكن هي والدتي شجعتني وبعدين أنا أما قررت أخش عايز أكمل رد على سؤال ده إن الموهوب لو درس مبادئ لازم يدرس برضو مبادئ الفن التشكيلي بمعنى الضل والضوء يعني حاجات كتيرة مختلفة كده ده أنا طبعاً عملتها يعني وبعدين بيشتغل فيبقى عنده حرية لأنه بيشتغل بطريقة فطرية يعني ما فيش حاجة بتحكمه من اللي درسه هو درس لفترة ممكن طبعاً أنا لحد الوقتي بقعد أبص على الفن العالمي يعني الواحد بيفضل يتعلم طول عمره طبعاً بالربط بقى يا سيدة راند الربط الهواية الرائعة دياً بالعمل بتاع حضرتك إمتى نورت في دماغ حضرتك كده أنا عايز أربط ده وهدقى مميزة لأنه مفيش ده أصلاً هو ده حقيقي هو أنا كنت يعني بالزبط بالزبط كده كنت في أستراليا وكنت مختاريني في مؤتمر بيئي كبير عالمي يعني دولي مودريتر أو رئيسة جلسة من جلسات المؤتمر المهمة جداً وكان فيه تلت جلسات معادتاً ممكن الجلسات الهامة وحتى لحد الوقت يعملوا بيجيبوا إعلامي مثلاً من أحد أو كاتب من أحد القنوات يعني كنت أنا من منطقة العربية وكان معانا حد من في جلسة تانية من الجارجين جريدة الجارجين وحد من الـ CNN وأنا رحت بقى طبعاً لقد أنا مختاريني يعني مش زار بقى يعني كلهم اللي أنا حتكلم معاهم دول خبراء البيئة في العالم يعني وهو كان اسمه food for thought أو اللي هي فكرة من أجل أنك أنت تشتغل عليها يعني نفكر مع بعض وكي ذاكرت كويس قوي أنا ما بحبش أفشل أصلاً بحاول أنجح تايماً كان يعني بإجماع الجميع يعني الجلسة اللي أنا قدرتها كانت أحسن من الجلسات اللي هم متخصصين فيها المفروض أصلاً وبعدين أنت بتكلم على الإعلامين بتوع أو الصحفين بتوع الجارجين وسي أن أن يعني تكلم على مستوى عالي جداً فكنت سعيدة جداً بالخطوة دي أعدت على المينة بتاعت سيدني وأنا ابني كان بيدرس هناك وقتها بيعمل ماسترز هناك ولقيت مركب بالضبط أنا حوصف لك أشياء أنت فنانجي أنا حوصف لك المركب أعدى على المينة في مطعم كده ولقيت مركب معدية مركب حلوة وسوتها بتاع فيه صوت فيه صوت معين كده ومشي والبح أنا معرفش إيه اللي حصل في اللحظة دي إن أنا قلت أنا لما أرجع أنا حبتدي أفكر جدياً في إن أنا أنقل أنا بقى مركبتي أنا مركب حياتي أنا إلى مجال الفن التشكيل هو حصل كده هو ده اللي حصل بالزبط سمعت موسيقى تصويرية وشفت اللوح فربطت ده ده حقيقي ده حقيقي طب أهمية دول إيه يا سيد الرالد يعني أهمية إن أنا أربط الفنون بالبيئة تمام هو أنا لو أهمية كبيرة جداً أنا لما دخلت المجال بقى أنا خلاص قررت حدخل المجال ودي خطوة جريئة جداً ليه لإن أنا جاية من مجال التنمية وعندي سيفي الحمد لله سيرة ذاتية بقى أشتغل بقى لـ 25 سنة طبعاً ومعرضش في أي حاجة ولا أي حتة ولا بتاعي لازم أشتغل على نفسي عشان ما يمكن ما ينفعش نحن بنشكر طبعاً جداً المركب اللي عدت بالضبط الجنة عايزة أشوفها تاني لها بس دخلت عالم الفن بقى وبتديت أشتغل وأخش في معارض جماعية وكده وبعدين بتديت أعمل معارض خاصة بي أنا يعني سولو لما دخلت مجتمع وبقى عندي سيفي ابتدى يبقى عندي بقى سيفي فنية يعني الحمد لله يعني لقيت اللي هما بقى زملائي الفنانين اللي هو مجتمع تاني أنا جاية من مجتمع التنمية عليهم فهما مجتمع مختلف طريقة تفكيرهم مختلفة يعني كل حاجة مختلفة بمعنى إيه أستاذ يعني بمعنى أن هما منعزلين مثلاً ولا بمعنى أن هما الفن الفن بس المطلق هو جزء منه ممكن يكونوا منعزلين شوية وأنا من ضمنهم والديتي مش يعني يعني إيه في حتة كده بتاعتها اللي هي الفن للفن يعني أنا اللي هي إيه ما يهمنيش إن أنا ولا أطلع في تلفزيون ولا مع إعلام ولا بتاع ولا كده أنا بعمل شغلي ودي حاجة كويسة يعني إن الواحد يتقن حاجة هو بيعملها يعني الفن والفن على فكرة ما فيهوش احتراف يعني لما بتقولي الهاوي هو الفنان بيفضل هاوي طول عمره لو بقى محترف أسنع دايما نقولون أنا عايش هاوي آه لازم لازم وده كلامي بقى مع والديتي يعني هي معلمة مش الفن بس أنا أخدت شربت منها حاجات كتيرة جداً من ضمنها إن الواحد بيفضل هاوي وإن الواحد بيلعب بالألوان يعني بيشتغل كده بفكرة معين فدخلت لقيت إنه الفنانين اللي أنت ممكن تتميز في الحتة دي الحمد لله هي الفكرة إن أنا قلت طيب دلوقت دي الفنانين بيهتموا بفنهم وفي منهم طبعاً إحنا مصر أنا عايز أقول مصر بلد الفن أصلاً والحضارة ده عايزين نحط مليون خط تحت الموضوع ده وابتدت وقتها كمان دخلت في مشروع كده ده اللي قدل اللي أنا بعمله دلوقتي دور الفن التشكيلي في مكافحة التمييز الجيني والنواي طيب أنا هستأذن حضرتك عند هذا الدور هستأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى واستفادة عندها إحنا فاصل ونرجع مع الكاتبة والفنانة الأستاذة رندف وقت فاصل ونرجع لكم أهلاً بحضراتكم من جديد ولسه منورانا وشرفانا الكاتبة والفنانة الأستاذة رندف فؤاد كنا بنتكلم من أستاذ رندف قبل الفاصل على أهمية إن يبقى الواحد المواطن العادي عنده تزوق فني إن إحنا نبقى شايفين إذا قلت لحضرتك ممكن أبقى حضرتك قاعد على نفس الترابيزة اللي أنا قاعد عليها وحضرتك شايفة الصورة اللي حضرتك قلتها المركب والمتاع أنت شايفها حاجة وأنا شايف حاجة تانية نظبط أنت شايفة روح أنا شايف مركب خشب ومية وخلاص على كده أهمية ده إيه؟ ولما حضرتك رجعتي كنت هتدخلي بالضبط ما أدخل إن إحنا نربط بقى بالضبط كانت أول بالنسبة لي أنا الأول شفت مجتمع الفنانين وشفت بيفكروا ازاي وبرضه في طريقي وبتعلم الفن والرسم وشغال على نفسي وعندين جات الفرصة دي أنه أشتغل مع الدكتورة هودا بدران في المشروع اللي هو دور الفن التشكيلي في بكافحة التمييز الديني والنوعي التمييز بين الرجل والست يعني والتمييز الديني فأنا طبعا الموضوع شديني كتنموية يعني شديني جدا بس طب إعلقته بالفن طب مش عارفة إيه وأنا قلت لها طب أنا إزاي دكتور أنا حدرس طلبة جايين من جامعة المينيا واسكندرية والقاهرة يعني أنا لسه بتعلم أنا نفسي بتعلم الفن وما قال ليه هو كده أنا وانا عمالة زاكري بس إذا رأنت مرة واثنين وما الإعداد فيه غلط ولا إيه يعني إيه الرقل فده شيء رائع جدا جدا الحمد لله هو بقى أنا برضو عايزة أعمل شغلي بإتقان طيب أعمل إيه عملت حدرت بريزنتيشن أو محاضرة للشباب دول عن مصر ودور يعني يعني مصر ودور الفن التشكيلي في وجدان المصريين من أيام قدماء المصريين إيه كانت المواصفات الفن التشكيلي أيام قدماء المصريين كل حاجة كانت على المعابد المصري الأديم كان بيعمل يعني بيرسم أو بينحط كل حاجة في حياته الزراعة واللي كل شيء طبعا فإحنا عشان كده لحد دلوقتي إحنا عارفين كل يعني ده موجود لحد دلوقتي يجي بعد كده الفن الإبتي الفن الإبتي كان بيتميز بأنه الدهبيات وآيقونات الفيوم يعني حاجة مبدعة يعني كأن الآيقونات دي البني آدم حيطلع منها من كتر ما الرسم حل حقيقي بعد كده الفن الإسلامي الفن الإسلامي بقى وعندك هنا الأرباسك وعندك النباتات وعندك برضو حاجة رائعة يعني على مدى عصور كل ده طبعا بعد كده وآخر حاجة الفن الكنتامبري أو الفن الحديث اللي هو مش كل أنحاء العالم يعرفه الفنانين الكبار بتوعنا فيه ناس يعرفه فيه ناس لا يعني مش يعني اللي معروف هو يعني العصور اللي قبل كده في الفن التشكيلي هو اللي أنا عايزة أقوله أن أنا لما عملت المحاضرة دي وجئت لقيت الولاد يعني مبصين كده ومبسوطين فلقيت الدكتورة هدى بتقولي أنت دول مبهورين قلت لها ليه قيتي لأنك ربطتي أيوة ده الحضارات الأديمة ربطتها بالهوية المصرية هو ده حصل فين مش في مصر طبعا طيب يبقى أنا لازم والشباب اللي موجودين وكلنا والشعب المصري كله يبقى فخور جدا أن مصر أصل الحضارة طبعا وأصل الفن وأصل التاريخ يعني نجيل محفوظة قال بدأت مصر ثم بدأت تاريخ طبعا فلقيت أن أنا أثرت على الشباب دول أكتر ما كنت بأثر عليهم من كلال البيئة مثلا لو قال ذكر الشباب في لغة حضرتك أكتر من مرة صحيح يعني هل ده عادي كسرد ولا كاهتمام الحقيقة كهدف هدف لقد أنا مؤمنة جدا بأن الشباب هم المستقبل شباب مصر هم مستقبل مصر وإحنا الوقت في ظل الجمهورية الجديدة وتحت رئاسة برئاسة يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهتم بقى بتنمية الإنسان معنى أنت بنات البنية الأساسية صح بتاعت البلد تمام بنشتغل على تنمية الإنسان صح لو إحنا نشغل على تنمية الإنسان يبقى لازم من ضمن يعني القطاعات المختلفة القطاع بتاع الشباب طبعا يعني ده أهم وده حاصل وده حاصل حتى في التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي بالزبط بالزبط جدا آه عاصل جدا في التمكين السياسي بالتحديد طبعا طبعا عندي شغف أتفرج على شغل اللون واللون والنهجة حضرتك في الفن ده كان معرض ده أحد الأشجار اللي شفتها في طوة طوة أرض النور ده كان أحد معارضي من سينة يعني اللوحة دي الوحي بتاعها كان من سانت كاترين في سينة آه على شون كده اللون الأصفر آه الظهبيات آه دخلة مع الألوان اللي هي الغمأم يعني برضو أنا ده ربط ما بينهم برضو آه آه ربط لأن أنا كل شغلي عن الحضارة المصرية وبلدي هو ده اللي أنا بعمله هنا مثلا ده كان معرض قبليه اسمه فانتازيا مصرية فأنا هنا بدفر يعني أنا بستخدم الحروف كتير هتلاقي مثلا على الجنب في حرف الميم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتلاقي حرف الواو آه الواو طبعا الله سبحانه وتعالى آه حتلاقي هرم آه هو أنا الحضارات دي كلها أثرت فيا ومش بسا فيا في الشعب طبع في كل الناس يعني طبع بس آه عشان كده احنا أغلب المصرين بيستسيغوا الفن يعني أصلا طبع فدي لوحة من معرض بس هل هم بيستسيغوا الفن الفن التشكيلي ولا المقولة طيب حقلك دي لأ لأ دي دي كان برضو من طوى أرض النور وبالتحديد برضو واحد يعني استلهمتها من سانت كاترين تحاسي إن فيه إضاءة برضو هتلاقي الواو لازم عندي كتير وشمس يعني هو أنا مش بقدر أشرح اللوحة لكن هي الممكن تقول الموايز في لوحاتي تطفير الحضرات دي حاجة المختلفة وكمان إن أنا قوية في الألوان وده اللي ألهوا لي كل النقاط الفنانين ينقضوا الفن التشكيلي إن أنا جريئة يعني أنا بستعمل هنا البنفسيجي مع الأحمر مع الدهبي مع كده بس هي فيها فكرة هو فيه فكرة هنا طبع الانسان اللي مش باين بقى ده أو هو ده إيه يعني يعني عارف تقدر خيال بقى خيال البني آدم بقى يعني المطلقي هو اللي الصورة دي في أمريكا حاليا يعني الله دي برضو كان برضو فتوى أرض النور طريق يعني أقدر أقول طريق عين والشمس برضو آآ آآ لازم ثلاثة آآ آآ لازم يعني تبقى في معنى مش لازم يكون ظاهر أصل الفنان مش مفترض وده ودي حلوة اللوحة تبقى بالشكل ده أنا مش هشوفها فلاشة وخلاص أنا قارتها أنا كل مدى وما أنا واقف قدامها أو بارجع لها هقرأ أكتر وهقرأ أكتر بالضبط هي الفكرة إنه لو أنت عايز تسوق يعني ما هو لو الواحد عايز حاجة بالضبط زي الحقيقة ممكن يصور يعني بالنسبة لي وأكيد بالنسبة لكل المصريين تحني الكسير طبعاً يعني سينا جزء من أردنا طبعاً يعني في فترة من الفترات راح مننا وبعدين نرجع لنا تاني فإحنا مسكين فيه بأيدينا واسناننا وهو المهد الأجيان صحيح مهد الأجيان مهد الحضارات مهد كل ده فد واللي بيحصل كمان دلوقتي يا سيد ربا في جنوب سينا في سنت كاترين لا فيه تطور جداً جداً وده أنا سعيدة بيه جداً ده شيء رائع لإني كنا زمان بروح أنا عاشق برضو لسينا أروح فأقول إحنا ليه غفلين الجمال الرباني ده بالظبط فهو دلوقتي فدي كاتر سينا البحر الأحمر دي كان يعني الأساس فيها النوبة ولا إيه أفنم النوبة مثلاً ولا المال دي يعني أشرح لك بفكرتي أنا يعني ممكن تبقى أنا لما زوجي توفى لما توفى وبعدين بعديها بسنين ابني أنا جداً فابني جاب بنوتة صغيرة كده فأنا كنت موجودة ومهم إن أنا كان نفسي هو يبقى موجود وأنا حسن هو معنا فأنا هنا عملت إنه زي ما يكون الرب الأسرة وبعدين اللي تحت دول هم أنا وولادي وأحفادي لكن هو في نفس الوقت أنا حطى الآيقونات برضو فهو يعني لما نقضوها النقاد قالوا زي ما تكون آيقونة هي نفسها اللوحة كأنها آيقونة يعني أنا كان ليا معنى معين بس هو ممكن كل واحد تشوفها بقى زي ما عايز المدرسة اللي ممكن نقوم قايلين إن حضرتك تنتمي ديها ولا أنت نشأت مدرسة خاصة بحضرتك والله أنا أعتقد لأ مش درجة إن أنا أنشأت مدرسة خاصة بيا بس هنا مثلا الكاليجريفي اللي هو الكتابة اللغة العربية يعني كاليجريفي هو بتستعبت بتعرف أنا درسته كويس قوي الخطوط المختلفة الخط العربي الأندلسي يعني فيه نروح كتير آه طبعا وكوفي وكده دي مودرن بقى يعني هي خطوط آآ وحروف عربية لكن أنا قررت إن حط معاها مثلا آآ هنا حتلاقي مفتاح النيل أيوة مثلا آآ آآ حتلاقي آآ يعني حتلاقي حاجات مختلفة فبرده بس مش شايف الشمس في اللوحة دي لا مش موجودة بالصدفة آآ يعني دي أعتقد من فانتازيا مصرية المعرض فانتازيا مصرية برضو آآ فبرده ألوان قوية يعني هي ألواني طبعا دايما جريئة مش قوية جريئة فآآ أميز حاجة كما بك برضو آآ يعني دي بقى برضو من فانتازيا مصرية وآآ آآ هتلاقي بقى العين العين آآ وده مفتاح النيل مفتاح النيل وحتلاقي في مكان أكيد هتلاقي واو برضو أو ميم في مكان المياه هو هنا فيه سمكة دي أنا عملها يعني بشكل سمكة آآ على أساس المصري الأديم كان حكاية السمك بقى وكانوا بيرسموا اللي هو بالحربة بيستادوا بالحربة للسمك ده الزبط طب نورس والنورس النورس أيوة هو ده النورس النورس ده أقرب للحضرة الفرعونية أصلا كمان آآآآ بالزبط طب نروح بقى لمشاركة حضرتك في كوب آآ 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 تمام آآ مشاركتي في كوب 28 هي بناء على مشاركتي في كوب 27 مصر آآ آآ نظامت آآ السنة اللي فاتت آآ قمة المناخ في شرم الشيخ آآ وكانت نجحة نجاح كيف مزهل آآ آآ وأنا آآ آآ كنت قريدي أنشأت المؤسسة بقى أنا عايزة أقولنا أنا أنشأت مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية وابتجيت أشتغل خلاص آآ آآ عملت ماتحف آآ عملت ماتحف ماتحف الحضرات كبير يعني أنا أنا أحاول أدخل داف ده بأشرح يعني أن أنا أول معرض أعمله في ماتحف الحضرات مش ليه هو المجموعة من الفنانين يعني معاه عملت آآ بانل ديسكاشنز أو حلقات نقاشية وجبت التنمويين وجبت الفنانين وهنا لازم حاجة لازم أربوطهم ببقاء عشان يفهم ده يفهم التنمويين قالوا لي طب إحنا إيه دي يقول الفن ليه في التنمية المستدامة يا جماعة ده مهم جدا ده هو اللي بيوعي ده لغة عالمية فابتدوا الفنانين طب إحنا نعود ليه مع التنمويين هم برضو عندهم الحتة لأ إنتوا لكوا دور دوركوا في المجتمع مهم جدا فإنتوا لازم فحصلت الشراكة دي ده كان أول معرض تاني معرض بقى كبير عملته دولي اللي هو بتاع قمة المناخ في شرم الشيخ آآ سنة اللي فاتت سنة اللي فاتت وعرضنا فيه شغل الشباب اللي هم الفنانين تشكيل في مصر بس شغل ريسايكل اللي هو فن إعادة التدوير اللي بيستخدم كل حاجة وده ده يعني موضوع البيئة موضوع قريب لقلبي جدا بيبعيني اشتغلت فيه يعني فعملنا المعرض وفي نفس الوقت ده في الحاجة اسمها الجرين زون أو المنطقة الخضراء منطقة الزرقاء اللي هي فيها الوفود الرسمية الجناح المصري أنا يعني تشرفت بأن أنا كنت منوطة أن أنا أحط فيه لوحات فأنا وقتها قررت أن أنا أخد اللوحات بالتعاون مع الجالريهات المختلفة وكده بتاعة الرواد ليه؟ الـ Contemporary Art بقى اللي هو الفن من أول بقى محمود سعيد وانت ماشي يعني عشان الأجانب اللي جايين دول يشوفوا الفن هم عارفين فن قدوم المصريين لكن هم ما يعرفوش الفن الجديد بقى لما عملت ده وكان يعني الجناح المصري بديع يعني قراجي متصمم حلو واللوحات اديت له طبعا رونة طبعا فبقوا يقولولي بعد كده أنه أي أجنبي بيجي يشوف يبتدي يسأل فيه مثلا الجناح المصري كان بيجتمع فيه الوزراء بيعني اللي هم الوزراء اللي زيهم اللي جايين من بره فهم قبل ما يتكلموا الأجانب يبتدوا يسألوا دي لوحة مين ده مين ده فيبتدي الوزراء يشرحوا لهم الله فأصبح إن الرسالة وصلت الرسالة وصلت بقعد الوزراء أصبحوا صفراء الفن أصلا المصري يعني بيتكلموا فأنا أفخورة بالحتة دي جدا يعني على النهاية الثانية لقيت إن قدرنا نسوى للفن بتاع الشباب اللي هو ريسايكل بقى اللي هو مبني على أعادة التدوير جات من هنا فكرة إن أنا أعمل مبادرة شبابية للفن المستدام وأدرب الشباب مش أنا طبعا أنا أجيب ناس متخصصين يعني دكاترة وأسادزة من كوريد فنون جميلة مصريين يعني عبقرة المتفاعلين في المنتدى بتاع حضرتك بنات ولا ولاد أكتر الشابات ولا الشباب الاتنين لا الاتنين لا الاتنين لا الاتنين ماقدرش أقول الحقيقة لأن الاتنين موجودين وإحنا دايماً بنعمل لازم يكون في توازن بحيث أن المولاد يبقوا قد البقنات والبقنات والفئة الأمورية الامرية محرية على فن إعادة التدوير وده أقدر أشرحه أكتر يعني وكمان ضربناهم على ريادة الأعمال إزاي يبتدوا مشاريعهم الخاصة يعني يعملوا مشروع مثلا جالري صغير مدرسة فنية مثلا يعني يفهموا إزاي يعملوا ماركتينج يسوقوا شغلهم لأن ده مهم ده جزء بقى من حاجة اسمها الاقتصاد الإبداعي اللي هو ده ميزة إن أنا درسة درسة تنمية جزء من الاقتصاد الإبداعي الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد اللي طالع من اللي هو مبني مبني على القوى النعيمة يعني حضرتك مثلا كده يعني وزملائك يعني في مجال التمثيل عندك الدراما عندك الأغنية المصرية عندك المسرح الأفلام كله بما فيه طبعا الفن التشكيلي والأدب طبعا والموسيقى وكله يشكل سبعة في المية من دخل مصر وده اللي طلعوا التنمويين لما زقتهم عشان يقعدوا مع بعض هم اللي بيعملوا بقى إحساريات نحن عزينه يبقى يشكل سبعين ياريت طبعا لكن حتى لو قلنا سبعة في المية فأنت بتتكلم أن هنا الاقتصاد الإبداعي ده اللي هو طالع من القوى النعيمة له دور كبير قوي قوي طبعا جدا طيب يبقى أنا لازم الشباب دول أدربهم عشان الموضوع الاقتصاد ده مهم جدا أن هم يبقى عندهم يعملوا مشاريع بس والأهداف التنمويين المهم طلع عندنا سفرة مجموعة من السفرة للفن المستدام وده ترم أنا اللي طلعت بيه كده فن مستدام يعني قلت فن مستدام جزء من يعني ممكن يساعد بقى في خطة مصر عشرين ثلاثين الشباب دول أنا طالب من حضرتك بعد إذن حضرتك يبقى فيه حلقة تانية مخصصة لده ويا سلام لو فيه نمازج من الشباب ويا سلام لو فيه 80 شاب وشاب أعمال ليهم نشوفها في الستوديو عملنا معرض في متحف بنك مصر من شر طب تسمعيني نعمل ده؟ يساعدني جدا يساعدني جدا ربنا يخليك لا أقول بقى كابتو أنت إيت خلاص إحنا بقى لنا سنة عندنا سفراء الفن المستدام هم دول اللي هنكمل بيهم السنة الجاية هنبتدي الشغل على مستوى مصر كل مصر بقى هم بقى يدربوا ناس تانيين في المينيا وفي القاهرة واسكندرية وهنا وهنا بنفس الطريقة يعني اللي احنا ماشيين بيها دي رحنا كابتوينتي إيت أو قمة المناخ بالإمارات في دبي عشان كان عندنا جلسة للمؤسسة في الجناح المصري نقدم فيها المبادرة بتاعتنا اللي بدأت من كابتوينتي سيفن والمرحلة الأولى بتاعتها خلصت في وقت كاب تونتي إيت وبالفعل كان فيه اهتمام كبير جدا من على مستوى عالمي يعني لأن اتعلن عنها وناس كتير جات حضرت الجلسة دي وأنا قدمت النتائج اللي احنا رسلنا لها والفكر اللي هو مش فكر تقليدي والفكر out of the box يعني اللي هو إيه إنك تربط الاتصاد بالفن التشكيلي ده ملف مهم جدا وشيق جدا بعيدا كمان عن أهميته ده هو أصلا يعني حاجة شيقة جدا الحمد لله الحمد لله سوزة روندا للأسف في الوقت الحلو دايما بيخلص بصورة الجملة يعني اللي ايه اللي فتقال مع الناس العزالي خلمنا حاجات كشيرة يعني حضرتك نورتينا وشرفتينه والله والله أنا سعيدة جدا بوجودي معاك ربني خلي حضرتك بس أنا وأخذ وعد من حضرتك آه طبعا بإذن الله بأمر الله بإذن الله إحنا يعني شرفتنا ونوريتنا الكاتبة والفنان الأستاذ روندا فؤاد بعد إذن حضرتكم هنروح لفاصل ونرجع علشان نكمل باقي الحلقة معكم أهلا مع حضرتكم من جديد الدولة المصرية بتبزل كل جهدها في تنمية قدرات طلابها وشبابها وعشان كده أطلقت وزارة التربية والتعليم انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر عشرين ثلاثة وعشرين بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد والمسابقة كان هدفها الاستعداد للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام إن شاء الله في فرنسا اختيار الطلاب الفائزين فيها للمشاركة في مسابقة فرنسا هنعرف أكتر عن المسابقة دي من الطلاب المتأهلين في المسابقة العلمية جانا محمود الطالبة في مدرسة إيجيبت جولد وكريم حسام الطالب في مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية منورين الدنيا محمود ألف ممروك الله يبارك بس اللي دي السيدات بقى الأول البنات الأول جانا إنت إزاي عرفت المسابقة عرفتها إزاي؟ هي المدرسة قلت لنا عن المسابقة اللي حبيب يتقدموا كده وقدمنا فيها تم تفاهمها لي أكتر المسابقة دي عبارة عن إيه؟ هي المسابقة كانت مرحلتين أول مرحلة كانت المتحان نظري وكانت مقابلة شخصية كمان والمرحلة التانية متحان أعملي الامتحان كان عن إيه بقى؟ يعني عن تخصص بتاعك ولا كان في المطلق؟ لا كان عن تخصص المهرة اللي أنا دخل بيها اللي هو التخصص بتاعي وكان مين بقى كم حد معاك كده مثلا في المسابقة؟ يعني أنا مش عارفة بالضبط عدد بس هو كان عدد كبير ولما أوقع الاختيرة عليك بقى أنك هتسافر في فرنسا صح؟ إن شاء الله إيه بقى يعني إيه إحساسك وإحساس الأسرة إيه؟ أنا ممسوطة والله إن أنا يعني عديت المرحلة التانية وإن أنا أكسبته وكده ويعني الحمد لله ألف ومرضو حبيبي حسيم كريم حسيم كلمني بقى على المهارات اللي أنت كيمو اتقدمت بيها في المسابقة أول حاجة أنا اسمي كريم حسيم كنت داخل المسابقة بالمهارة بتاعة إدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات System Administration باختصار يعني دي بتبقى لو في شركات يعني أو كده بيبقى فيه الأجهزة بتاعة الموظفين أو كده فالWindows Server أو System Administrator هو اللي بيتحكم في الأجهزة بتاعة الموظفين مين يعمل إيه وإمتى وإزاي مظبور ومن وقت كده لكده وكده يعني إنت دخلت بقى بالمجال ده أه وعرفت إزاي يا كريم هي المدرسة بعتت لنا اللينك بتاع المسابقة على الجروب بتاع الواتساب وقالوا لنا يعني اللي حابب يشترك وكده اشتركت أنا وصحابي المفروض إن المسابقة كلها كانت مشترك عدد 3000 طالب تقريبا بعد أول مرحلة وصلوا 1500 وإحنا دلوقت يعني اللي هيسافروا إن شاء الله المفروض 45 من كل التخصصات الله إحساسك إيه بقى لما الاختوار جيه؟ أول ما اختارني بصراحة أنا كنت اتصدمت يعني ما كنتش موت يعني كنت متخيل من البداية أن أنا هدخل مسابقة ديه وحفوز وحسافر وكده ولا يعني كنت واخد الموضوع مش جد قوي آه يعني قلت إيه يعني أنا إيه يعني 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 ممكن آه المهم دخلت ولقيت الدنيا الحمد لله يعني آه ماشيا وكده آه وبس طبعا وقت ما لقيت يعني بيقولوا اسمي وكده اتخضيت يعني أنا فضلت واقف مكاني مش مش عارف إيه آه إيه اللي بجعل آه ده وإحنا بنعرف نفسنا قدام النائب وزير التربية والتعليم والنائب الله طب جنا أنت المجال المجال بتاعك اللي أنت اختارتيه اختارتيه هو إيه المجال بتاعك في المدرسة واختارتيه عن اقتناع وعن حب واللي جات ازاي أنا معجب جدا جدا مادئيا بفكرة المدارس التكنولوجيا معجب بيها للغاية على فكرة لأن هي دي المرحلة اللي مطلوب فيها المدارس من النوعية دي وأنا أصلا بحب الرسم وبحب الدزاين بحب الدزاين جدا وبحب دي الجايزة ايه؟ صح؟ أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعني بيتعمل إزاي يعني يا جنة؟ يعني فهمولي كده يعني سبيكة مثلاً أنت بتقود تعمل السبيكة دي أنت حوليها حاجة أنت بتبقي مبدعة فيها ولا شيء بيقولولك مثلاً صممي حاجة زي دي هو احنا بالنسبة للمدرسة بنعمل إيه في المدرسة؟ هو أنا بحول شريحة من المعدن مثلاً لمشغولة بتبقى خاتم كليه بتدى أن أنا بغير شكل المعدن خاضر في سنة كام؟ سنة ثالثة تلتة؟ أنت شاطرة بقى في الخواتم أكتر ولا في شاطرة كل حاجة الحمد لله شاطرة كل حاجة الحمد لله ما شاء الله؟ إيه الحاجات يعني في الحلية اللي هي إيه؟ خواتم وسلق صح؟ كلهات أيوة خواتم كلهات وحلقان كل حاجة أنا بعمل كل حاجة من المعدن المعين يعني أنا بيبقى معايا بعمل ديزاين ممكن أن أنا ديزاين للرسمة نفسها وأبتدي أن أنا نفذ وممكن أن أنا الرسمة تجيلي أبتدي أن أنا نفذها يعني مثلاً في المسابقة كانت الرسمة جاية لي وأنتي نفذي آه يعني دي رسمك يا جنة؟ آه آه إيش معنى اخترت الدزاين ده؟ هي جي في دمائي ده أنا رسمية ونفسته في المدرسة كانت في المسابقة برضو آه ده ده الرسم أيوه وده التصمي اللي تنفذ أيوه ده تيبكال وأنا وكأن الاتنين حاجة حاجة عظيمة جداً طيب وانت يا كريم مجال تخصصات أنا التخصصي في المدرسة وأول حاجة المدرسة عندنا تلت تخصصات يعني حل أنا في تخصص نتورك سايبر سيكوريتي آه طبعاً بالنسبة للمجال المسابقة هو كان جزء من الشبكات ومن المعلومات يعني وانت بتحب المجال ده عشان كده دخلت التخصص ده؟ آه أنا كنت من قبل ما أدخل المدرسة كان نفسي ندرس حاجة زي كيه بس مكنتش عارف ازاي يعني كنت بجرب مع نفسي أشوف كنت بحاول أنا بحب أن يعود أشوف حاجات في الكمبيوترز والكلمة ده مع نفسك ولا ممكن يبقى فيه كورسات مثلا؟ فيه كورسات معينة مثلا؟ آه آه احنا حالين في مجال حالين توجدوا مواهبكم فيها؟ آه آه في المجال بتاعنا آه طبعاً هو مجالنا مليان كورسات لأن حضراتك تعرف يعني مجال تيكنولوجيا المعلومات ده كل يوم في تطور كل يوم في جديد أنت في سنة كم يكلم؟ آه ثلث سنة آه أحلامك إيه؟ عايز تعمل إيه يا عام؟ والله أنا يعني عايز أسافر أخرج بره أشوف الناس بره في التخصص بتاعي بيعملوا إيه وأرجع لما أرجع مصر أفيد بقى البلد باللي أنا تعلمته بره أبقى درست بره بس أنت بتعمل جزء من ده دلوقتي إنك بتسافر عن طريق النت بتشوف إيه المدارس الجديدة وإيه الحاجات الجديدة صح؟ تمام فإذاك موضوع النت وال... طبعاً طبعاً إنت دلوقتي حضرتك أي حاجة عايز تعرفها بزرار يعني بتعرفها طب جاناً هي الإختبارات دي كانت يعني نظري ولا كانت نظري وعملي؟ هي كانت مرحلتين المرحلة الأولى كانت نظري ومرحلة الثانية كانت عاملية المرحلة الثانية كانت أبراعاً ثلاث أيام كان أول يوم ثلاث ساعات وتاني يوم ست ساعات وتالت يوم الثلاث المرحلة الأولى اللي هي كانت النظري كانت النظري المرحلة الثانية بقى اللي كانت العملي وممكن تعملي حاجة في النظري وبعدين في العمل تعملي حاجة تانية وقال لاب بتنفذي اللي انت اقترحتي لا هو اختبار النظري هو كان عشان يساعد ناس من المرحلة الأولى للمرحلة التانية فهو كانت أسئلة في المجال برضو في التخصص بتاعنا برضو وأسئلة في الشغل بتاعنا ونقا عليه تساعد من خمسة للمرحلة التانية ما شاء الله ما شاء الله طيب كريمي المدرسة بتوفر لك كل ما انت ممكن متخيله أو عايز تروح لي علشان التفوق يعني علشان تبقى متفوق هل المدرسة بتساعدك وبتوفر لك الحاجات دي اه جدا بصراحة وده بيحصل بكذا طريقة أو بكذا شكل يعني مثلا مدرساتنا دايما بتوفر لنا التدريبات الميدانية بننزل فعلا في شركة المصغرية للتصالات بننزل السنترالات بننزل الأماكن اللي فيها الشغل بنشوف الدنيا بتبقى ماشي ازاي فعلا في الشغل اللي احنا شفناه نظري وعملي في المدرسة ازاي بيتم تطبيقه بقى في أرض الواقع في الشغل يعني مثلا نزلنا في المعهد تدريب بتاع المصغرية للتصالات شفت ازاي بيتم عمل شبكة متكاملة مثلا راوترات وسويتشات وكده طبعا ده بيفيد جدا لان حضراتك وانت بتدريس نظر وعملي طب انا ده اعمل بي ايه في سوق العمل او على ارض الواقع لما بتنزل بقى بتجرب ده بتبدأ تفهم الدنيا يعني ده اهمية كمان يا كريم تضافر او اشتراك القطاع العام اللي هو الحكومة مع القطاع الخاص المستثمرين ده حقيقة فعلا لان هو المدرسة بتاعتنا اعمى على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات متمثلة في الشركة المصرية للاتصالات يعني انت من دلوقتي دامن شغل خاصة بقى لو انت كمان متفوق يعني ان شاء الله صح؟ بأمر ده طب قولي يا جانا انتو في الصيف هل في تدريبات في الصيف؟ بننزل تدريبات في الصيف بننزل بنشتغل برضو زي العمل اللي بنعمله في الايام الدراسة بنشتغل برضو في الصيف طب المدرسة بتوفر لك الحاجات اللي انت بتطلبيها؟ المدرسة بتوفر كل حاجة ومن أول المدربين لحد الخامات والأدوات وكل حاجة طب هل المدربين هم بيطوروا نفسهم زيكم؟ المدربين عطول الدناموة المدرسة يعني ايديهم في ايدينكم في الشوك طب التدريبات بتاعتك ايه؟ عبارة عن ايه؟ تدريبات هذه عبارة عن ديزاين مثلا يجيبولي ديزاين ببتدي ان انا نفذه حاجات زي دي طب أحلامك ايه يا جانا؟ ان شاء الله اكمل دراسة تاحي بقى بازار كبير ان شاء الله اكمل في نفس المجال يعني وكده وتطور نفسي في المجال بتاعنا ده ان شاء الله ان شاء الله يا رب طب وكريم انت المسابقة دي اول مرة تحصل؟ لا هي تاني مرة تحصلة انت اشتركت قبل كده ولا؟ لا دي اول مرة اه ونوي تشترك كتير بعد كده؟ اه يعني لو كان ينفع اه طبعا طب احنا هنسافر فرنسا ان شاء الله ان شاء الله ده امتى؟ مفروض المسابقة العالمية تبقى في ان شاء الله في ليون شهر تسعة في فرنسا يعني اه في شهر تسعة المسابقة كلمة المسابقة العالمية دي يعني ايه احساسها احساسها كبيرة هل فرحة بس ولا هل طب ده مسئولية ولا يا طبعا بس الجملة كبيرة يعني أصلا يا طبعا فرحة بس فرحة بقى يعني مصحوبة بقلق وخوف حضراتك طبعا انت عارف الناس بره يعني مش عارف انت هتقبل مين او هتعمل ايه بره حاجة مرعبة يعني بس ان شاء الله يعني مفيش مستحيل نوي تعمل ايه هناك يعني نفس المشروع اللي انت عملته ده ولا بتتفكر في حاجة جديدة لا لا هو خلاص طالما انا دخلت بالمهارة دي هكامل بيها ان شاء الله انتو بتشتركوا باللي انتو عملتوه ده اه صح المهارة اه يعني كل واحد بيدخل بمهارة هو مش بروجيكت او مش حاجة بتتعامل بتدخل بيها لو حارج بتدخل بمهارة المهارة دي زي ما انا قلت الحارج بيجي لك عليها تسكات بتعملها والمقايمين بايسو اللي انت عملته ده وبس برافو جانا انت شايفت مكسوفة زي دعا المزوم وكلامك كده يعني طب عايزك بعد اذنك تقولي للطربة اللي دخليك بأمر الله تشجعيهم على فكرة المدارس التكنولوجية دي هي المدارس التكنولوجية يعني هم بيستفيدوا ايه بيها ايه المهارات اللي هم بيستفيدوها بيها اولاء الامور هل هيبقوا متطمنين على اولادهم وعلى سوق العمل ربط المدارس دي والمقايمات اللي انتوا هتاخدوها بسوق العمل ايه لان ده بيبقى اكتر يعني الشغل الشاغل اه للطالب اول ايه الامر ان انا عايز ابني يدخل يشتغل مش يدخل ويعلق الشهادة بس في البيت وخلاص انا ده اللي بتحقق اول مدارس التكنولوجية ان انا بدخل ومتعلمش نظري بس او تعلمش عملي بس انا بتعلم الاتنين مع بعض جزء النظري وجزء العمل بيخليك ان انت كمان مؤهل لسوق العمل تخرج من المدرسة انت عارف الشغل هيبقى عامل ازاي ومؤهل ان انت تشتغل ومؤهل ان انت تستدي بقى في سوق العمل بعد ما خلص زي ما كريم قال ان فيه ربط ما بين النظر والعمل بالزبط بننزل تدريبات كمان عشان نشوف الواقع بره في سوق العمل عامل ازاي اه طب وانت يا كريم بقى بعد اذنك برضو قول مش للطلبة اللي عايزين ندخله قول للطلبة اللي موجودين اصلا في المدارس التكنولوجية دي تقولهم ايه رسالتك ايه لي يعني يحافظوا على المكان اللي هم فيه اه ويستغلوا كل الفرص اللي هتجلهم من المكان ده سواء كانت تدريبات سواء كانت منح سواء كانت فرص شغل يعني فيه منح موجودة كمان اه 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 طب مش عايز اي حاجة من وزارة تربية التعليم اه لا بصراحة يعني احنا فعلا فعلا مش كلام يعني متوفر لنا كل حاجة بنحتاجها من مهانسين اه فعلا كويسين بيساعدونا في كل حاجة من لبات وورش اه يعني معامل وورش مجهزة فعلا على اعلى مستوى اه تعرف ان فيه اصلا كمان توجه كمان اه واهتمام بالا من اعلى رأس في الدولة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام بالا مش بالشباب بس لا بالمنظومة التعليمية اللي بتخرج ناس يفيدوا البالا فعلا واهتمام بالا بالمدارس التكنولوجية والجامعات كمان التكنولوجية طبعا يعني احنا بنتمنى لكم كامل التوفيق جانا وكريم بالتوفيق يا رب دايما وخلي بالكم انتو انتو هناك يعني شايلين اسم مصر فدايما ما هيش فقط ان احنا روحنا هناك او دخلنا المسابقة يبقى هي دي خلاص بقنا كده زي احنا دخلنا كاس العالم لا عايزين مراكز بأمر الله نورتونا وشرفتونا شكرا بجرعة التفاؤل يا جماعة دي وبجرعة الادب الجام والمثابرة والتعلم اللي احنا لسه شايفينها من جانا ومن كريم يبقى احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة نشوفكم دايما يا رب على خير السلام عليكم